السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم كيفية استرداد حسابك الجيميل المفقود او اذا تم تحكيره او شخص اخر استول عليه وانت مش عارف تستعيده مرة اخرى النهاردة هنشوف طريقة رسمية شركة جوجل هي اللي عاملها علشان نستطيع استرداد حسابتنا هسيب لكم رابط اسفل الفيديو ده الرابط الرسمي الخاص باسترداد الحساب بيظهر لنا صفحة بالشكل ده بنكتب فيه الخانة دي الاميل اللي احنا عايزين نسترده تمام وبعدين بنضغط التالي بعد كده بيطلب منك كتابة اخر كلمة مرور تتذكرها بتكتب كلمة المرور وطبعا محتمل ان الشخص اللي استولى على الحساب يكون غيرها او انك تكون ناسي كلمة المرور فبنكتب اي كلمة مرور وبنضغط على التالي بتوصلك الرسالة دي لو انت كنت بتستخدم نفس الهاتف للدخول الى الحساب تمام الرقم ده بتسحب الشاشة كده من الاعلى وبتضغط على الرابط ده تمام اول ما تضغط على الرابط يسألك هل انت من يحاول استبداد الحساب تضغط على نعم وبكده تكون المشكلة اتحلت طيب لو احنا مش عاملين خاصية ان يوصل لنا الرقم على الهاتف او بنستخدم هاتف اخر غير هاتفنا الاصلي بنضغط هنا على هاتفي ليس معي تمام وهنا بيطلب منك عناصر الامان لازم تتبعها اللي هو الاجابة على اكبر قدر من الاسئلة واستخدام جهاز تم تسجيل الدخول عليه من قبل واختيار شبكة واي فاي مألوفة مثل شبكة المنزل او مكان العمل باختصار شبكة واي فاي انت دخلت من خلالها سابقا وبعدين نضغط على اعادة المحاولة وتحاول مرة اخرى ولو انت رابط البريد الخاص بيك برقم هاتف فيوصلك على الهاتف الخاص بيك رقم او رمز اعادة تعيين كلمة المرور او ممكن يظهر لك مباشرة هنا كده اكتب كلمة مرور جديدة حديثة لان الهاتف او شركة جوجل بتكون تأكدت ان انت صاحب الحساب بدون ما تصعب الخطوات عليك شركة جوجل بتصعب الخطوات عليك كل مكان انت مش صاحب الحساب لا لكن لو انت صاحب الحساب استخدمت الهاتف ودخلت قبل كده استخدمت شبكة الواي فاي دخلت من خلالها قبل كده الشركة بتخزن كل البيانات دي وتساعدك في الوصول من حسابك يا ربي يكون الشرح افدك واي سؤال اكتبهولي في التعليقات وان شاء الله ارد عليكم اشتركوا في القناة